السلام عليكم تلميذي الأعزاء إن شاء الله كامتكنوا بخير وإن شاء الله كامتكنوا على خير اليوم سنبدأ بجزء الخامس من سلسلة المراجعة الشاملة من مادة الهندسة الكهربائية في هذا الجزء سوف نتطرق إلى حل الأسئلة من سؤال 31 إلى سؤال 38 محتوى هذا الجزء العدد 74 ألاس 90 وكذلك ضوء أركش باستخدام مقارن تماثولي وكذلك الأسئلة خاصة بالتيار متنوب وبإذن الله أسئلة هندسة كهربائية ستصبح أبسط من بساطة بسيط نعم يا بسيط تلميذي الأعزاء خاصة اللي دخلوا جدد من المستحسن فرجوا الحصة السابقة جزء لول جزء الثاني وجزء الثالث وجزء الرابع وخاصة الجزء الثالث فاصل ثم نواسل تلميذي الأعزاء قبل ما نبدأوا في الحل هذا الموضوع وش ما أطلق منكم تروحوا لصندوق الوصف تلقوا روابط حملوا رابط الخاص بالموضوع 244 السؤال وفي نفس الوقت تلقوا الإجابة نموذجية هيا تلميذي الأعزاء نبدأوا سؤال 31 أكمل رسم مخطط منطق العدد على وثيقة الإجابة الصفحة 23 إذن أول حاجة لازم نجيبه وثيقة الإجابة وثاني حاجة نجيبه نجيبه السند والله مخطط الوظيف مبسط والله وثائق صانع كما كنت لاحظوا هذا هي الوثيقة الصانع والله مخطط الوظيف مبسط اللي راحين انتلاقا منه راحين نخدمه هذا العدد تلميذي الأعزاء اللي بعد ما تكمل فيديو إذا قيت مشكلة اضغط على أيقونة رقم واحد يصار الشاشة في تطبيق جي توني توني وبإذن الله حتلقي أمثلة أخرى وإن شاء الله يقول لك هذا التركيب بسبوسة تلميذي الأعزاء بنصب مخطط منطقة اللي عددت باستخدام دارات مندمجة 74 إلى 96 لازم تكون عندي استراتيجية منظمة كما كنت لاحظوا هذه الاستراتيجية وش فيها فيها خمس خطوات مهمة الخطوة الأولى وش هي اللي هي ربط A91 و A92 بجين كما أعطاهاكم هنا مربوطة وفي ناس الوقت نغذي دارة مندمجة كما هنا نغذي دارة مبسطة ثاني خطوة جعل دارة عشارية كيف نجعل دارة عشارية مخرج كي A نرطب CKB الخطوة الثالثة هو تغذية دارة مندمجة بإشارة الساعة أما الخطوة الرابعة وهي شرط نهاية العدو لازم تخلصه من رقب 250 والخطوة الأخيرة اللي هي المسح شوفوا هل هو مسح خارجي أو مسح ذاتي أو مسح خارجي مع ذاتي هيا تلميذي الأعزاء تبقوا بهذه الخطوة الخمسة وإن شاء الله نلقوا باللي وعددات بسيطة جدا الخطوة الأولى في الاستراتيجية ربط A9192 بمأخذ الأرض كما قم تلاحظ أعطاها من المربوطين وتغذية VCC وغيرون إذن هنا ما أعطاهم ليش هناني منهم خطوة الثانية جعل دوائر عشارية استكفى نقلبها عشارية طريقة بسيطة جدا المخرج الأول كي A تربطه تربطه بسيكابي الدارة الثانية وبتوصل طريقة كي A بشتربطها بسيكابي تعل دارة الثالثة هذه خطوة ثانية كليبدت هذي ترددو عشرة وهذي ترددو عشرة وهذي ترددو عشرة والخطوة الثالثة هي إشارة الساعة كما قم تلاحظ ما قم يمكن إشارة الساعة أش إذا وش نكتبو هنا نخدمه باللون الأصفل ونكتبو أش إذا هذي الدارة اللي توصل مبؤسة. في هذه الحالة كما انا اتمنى هو كرسم عدد ترديده مئة. لماذا؟ لان احد ترديده عشرة العشرة العشرة عشرة ومئات موصلته اشات ساعة. واشتولي عشرة في عشرة وتساوي مائة. اذا انا نزيد بنفس الطريقة ان المخرج تعد دارة العشرات تمر اشات ساعة لدارة المئات. اذا وايش هوا لي في هذه الحالة عندي عدد ترديده عشرة وهذا عشرة عشرة عشرة. عشرة في عشرة في عشرة تسوي الف. اذا انا خدمت عدد تاريده الف. ما هو ما قال لكش اخدمني عدد تاريده الف دورة كاملة. اطلب منك عدد تاريده مئتين وخمسين. وهنا تجي الخطوة الرابعة. راح ينرغم العدد وخله يتمسح في رقم مئتين وخمسين. اذا هذي الخطوة كيف نديرها? بسيطة جدا. اذا ما وش نديره? روح نحاوسه على البوبة اند. هنا البوبة اند اللي طلبها منك. والله بوبة تشطنيها تلعد. طلبها منك في هاتف ثم داخل كيف نiotعسه؟ طريقة بسيطة جدا. كيف نديرها? رح لكي الدارة مند coop المائز الاولى. اذا حل ما وش تكتب كيفش تريع anos 2 10 7 2 2 1 2 2 2 3 كل ما تزيل ما واحد 2 2 2 4 وkid 2 2 3 8 هذي بنسبة للأحال من نفس الطريقة اللي طلبها. اكتب 20 2 2 1 2 2 2 2 3 هذي اللي من نفس الطريقة اللي طلب 6 مئة كنتم بوالك. الصحريب اذا Oakland 9 2 0 2 2 2 2 2 2 4 سوف نحول نظام العشريين بطريقة غير مباشرة بعد ما خرجنا هذه الأرقام، سوف نرى ترديد العدد إذاً ترديد العدد مكتب عليه ٢٥٠ إذاً الصفر هي ١٥٠ و ٢٠ مئات إذاً في ١٠ نكتبه ١٠ وفي ١٠ نكتبه ٥ وفي ١٠ مئات نكتبه ٢ ثم سألوا السؤال، متى ينتهي العدد؟ عندما يكون ١٠ و ١ نحتاجه عن البوابة One ورقم العشرة يسوي ٥ ورقم المئات يسوي ٢ هذا هو ما ندرأ بالأحد هل هاتين المخرج مربوطة بالبوابة? لا يحدث مخرج مربوطة بالبوابة لأنه ينتهي لأحد عندما يتحقق رغم صفرة إذاً نروح الاشرة العشرة واحدة متى يتحقق رقم خمسة عندما يتحقق كي او كي سي إذاً ١٤ و ٤ إذن هذه كي أو كي سي نربطهم بالبوابة إذاً نربطه الواحد ونربطه الرابعة إذن نحتاجه كي أ و كي سي. لماذا؟ لأنه متى يتحقق رقم 5 عندما يتحقق كي أ و كي سي فقط. هذا بنسبة العشرات. بنسبة المئات متى ينتهي العدد عندما يكون المئات يسوي رقم 2. إذن 2 هو ما يكون يعبر عليه كي بي فقط. إذن نرطه كي بي. وهنا وش نكتبه آني سوي 205. هنا ركي خدمت شرط نهاية العدد. وهذه البلو بجمع وش هي معادلة تحها؟ معادلتها كي أ في كي سي للعشرات و كي بي للمئات. هذه خطوة ربعة. الخطوة الأخيرة وهي خطوة المسح. كما كنت لاحظوا عندي طريقتين المسح إما عن طريق ملتقة الكشف عن شريط أو ينسح العدد عن طريق خالية أرسي ليوم مسحة الآلي. إذن وش ندلو في هذه الحالة الجمعة أولا نرص مخط ونرطو كل مداخل إرغام كميرا. ولو حتى هذه فيها صفة نرطو مداخل إرغام بتاحها. نرطو بكتلة المسحة الجامعية. وهذه الكتلة باش نرطوها بالبوابة. المداخل الأول عن طريق ملتقة تكشف عن الشريط ومداخل ثاني عن طريق خالية أرسي. بما أن نعطوهم المرسومين ما نرصمهم. وهنا جمع زيناء كمنا تصميم عدد ترديدهم 250 باستخدام 74 إلى 60 بما أنه فيه أرقام يحتاج ثلاثة دوائر. سؤال ثاني وثلاثين. سؤال ثاني وثلاثين ما تدور كل منه عناصر او بي والمقاومة اي ربعة والمقحلة اثنين. إذا نرح نشوفه التركيب. هذا هو التركيب. جماعة زيناء اللي عنده مشكلة في دوائر كشف باستخدام المقارن التماثولي وش يدير يضغط على ثنين يصار شاشة في تطبيق G20 رح يلقى كل شي سهل. هذا وكتب تضغط عليها بعد ما تنكمل لك الفيديونا بلك تفهم الفيديو ما تلقى حتى مشكالي. هاي نجعل سؤال ثانا. هاي جماعة نجعل سؤال ثاني وثلاثين ما دور كل منه عناصر تالي او بي. إذا او بي وش نسميه مقارن التماثولي. وش وظيفته؟ وظيفته مقارن بين توتر في ا وتوتر الثاني في بي. إذا نكتب هنا او بي وش هو مقارن تماثولي وظيفته المقارنة. ثاني حاجة اي ربعة. اه جماعة كي يعطي لك المقارن دي ما لازم يوفروا التوترين. لازم توتر الاول يكون مرجعي وتوتر الثاني متغير. التوتر المرجعي قادر يخدمه بجسر مقاومات ثابتة كما هنا وش أطع لي اي ربعة اي ربعة اي رثة هذا وش يوفره لتوتر مرجعي ثابت. ولا قادرين نختمه بثنائزين مع المقاومة. بهن وفر التوترات المرجعي. اذا ه brigade اي ربعات اي ربعات توفى اي ربعة ايت اي ربعة الله ثابتة اي ربعة اي ربعة اي ربعة اي ربعة اي ربعة او اي ربعة ووضيفتها توفي التوتر مرجعي او تحديد التوتر المرجعي اذا ونقاومة مقارنة تماثولية لازمنا نحده له توتر مرجعي عن طريق جس for the first difference. ثابتة. اللي بعدها سألني على مقحل تيثنين. كما كنت لاحظوا السهم خارج. هذا هو مقحل ثنائي قطبية نوع انبيان. اذا مش وظيفته مقحلية يكون وظيفته تبديل ولا التضخين. بما انه يتحكم في الوشعة تعامل الكهروميناتسي. ينمد لها توتو. ينقطع لها توتو. اذا هنا في المقحل يعمل في حالة واش? يعمل في حالة التبديل. وانت تلقى مقحل وفوق وشعة تعامل الكهروميناتسي يعمل في حالة التبديل. اذا نكتب هنا وظيفة تيثنين هو مقحل ثنائي قطبية اهميا وظيفته التبديل. وظيفته تحكم في تغذية وشعة مراحل الكهروميناتسي. هيا جمعنا رحوا لبعدها. سؤال رقم ثلاثة وثلاثين. سؤال ثلاثة وثلاثين جوابنا عليه سما كيف يسمى توتو. اكتب عبارته وحسب قيمته لما ار ثلاثة تسوي ار ربعة. اذا نشوفوا التركيب هذا. اذا نكتب يسمى توتر فيا وراه فيا جمعة. وش نديرو نجيب قلم اخضر ونبدأ نرسمه من نقطة هذه حتى نوصله جيان. اذا فيا هو نفسه في ناقص وش كون يعبر عليه يتعبر عليه المقاومة الاربعة. هو نفسه فيا الاربعة. وهذا توتر سمينا سمينا توتر مرضعي ثابت غير متغير. اذا نكتب هنا يسمى بتوتر مرضعي توتر ثابت. السؤالي بعده وقالك اكتب عبارته. اذا جمعوا ان تلقوا مضخيمات ولا مقارنة دي ما استخدموا يا قاسم التوتر يا قانون العروات. بما انه عندي مقاومة ار ثلاثة واربعة على التسلسل واش تستخدم قاسم التوتر. اذا نكتب كتابة عبارة فيا. اذا باستخدام قاسم التوتر لدينا. قاسم التوتر ماذا يساوي? يساوي المقاومة المعنية اللي راح تحسب لتوتر ا Campbell ع شكون هي مقاومة المع نيلي ايه. على مجموع المقاومة تح هذا الجسر الكامل عندي ثلاثة وايه. مثل كل في وماذا في توتر مسؤول عن تغذيته. مش كل مسؤول ان تغذيته هنا. اللي هو في سيتيه شيء ناش vote وليس خمسة فط. اذا نكتب هنا. اذا راح ماذا يساوي? يساوي نفسه ايه رابعة. تعبوا عليه اv يومي ساوي المقاومة المعنية هي ايه رابعة. على مجموع المقاومةarias هلنا سمت تسوي تجربات المساوز لذيبا organizations is سؤال ربعة وثلاثين أكمل جدول تشغيل لهذا التركيب على وثيقة الإجابة صفحة ثلاثة وعشرين هيا جمعا نكمله نجيبوا الجدول إذا الجدول طلب مننا حالة المقحلة T1 وVSOR T ومقحلة T2 والمدخل S والR والK معطاهم ناشي يعني وش يدار نجمع المثال الذي قد درسناه من قبل أن نحن جزء من التركيب وبدلونا بهذا الجزء إذا الR والS والK تبقى نفسها إذا فهذه حالة وش لازم ندير؟ هيا تلاميذي الأعزاء نبدأ نحل التركيب ونملأه جدول التشغيل كما أنكم تلاحظوا بما أنه أعطى لي مقارن تماثلي هذا مقارن تماثلي يجب أن نخرج التوترات دخوله وبهذا نقضى نلقى V-SOR T إذا توتر V-A هو نفسه V-A ربعة ويقينة STAVOR وهذا توتر مرجعي ثابت والتوتر الثاني مش كون يعبر عليه؟ التعبر عليه النقطة B ونقطة B هي نفسها توتر بين طرفي المقحل إذا مش نقلو في هذه الحالة في حالة غياب العلبة الضوء يتسلط على قاعدة المقحل وهنا المقحل يكون متشبه كي يكون مشبه أجمعه إذا توتر بين طرفي قاطعة مغلقة وزر السلك وشي يسوي 0V ولا وشي يسوي V-SOR T نجمع مقحل مشبه V-SOR T وV-SOR T يسوي 0V إذا مش نقولو في حالة غياب القطعة هذا التوتر شي يسوي يسوي V-SOR T ويسوي 0V إذا نقدر نعرفه حالة المخراج V-SOR T إذا نعرف حالة مخراج V-SOR T نقابل ما بين القطب العاكس والقطب غير عاكس كما تلاحظون القطب العاكس أعطيت له 6V والقطب غير عاكس أعطيت له 0V كون أكبر 6 أكبر من 0V إذا هذا المخراج V-SOR T يسوي 0V إذا كان V-SOR T يسوي V-SOR T إذا نقلو V-SOR T يسوي 0V إذا V-SOR T هو اللي يغذي المقحل T2 اللي يعمل حالة التبديل T2 ما أعطيت له توتر وما أنه مقحل مانع سوف يفتح دارة الوشعة الوشعة غير مغذة ها نكتبو جمعه إذا في حالة غياب القطعة إذا مقحل T1 سيكون ممرر والتواتر V-SOR T يسوي 0V ومقحل T2 سيكون غير ممرر قطعة مفتوحة سوف نعرف الآن الآن نجلب الجزء السابق لدرتنا من قبل وما رأينا من قبل في الجزء السابق يخدمنا في الحصة الماضية وما أنه هناك لدرسة الوشعة غير مغذة R-SOR T1 وـSOR T0 وـKey 0 نكمل هناك لماذا؟ ما قلنا؟ مقحل T2 غير ممرر ومعنى تدرسة الوشعة هذه الجزء وشعة غير مغذة إذا R-SOR T1 وـSOR T0 وـSOR T0 وـSOR T0 وـSOR T0 وضعها في الصفر لماذا؟ لأنه مقحل T1 هذا بنسبة لإحتمال الأول احتمال الثاني سيكون عكس هذا إذن في الاحتمال الثاني عنده حضور العلبة وش حدي تحجر بالضوء على مقحل T1 و T1 شوالي يوالي مسدود ويوالي قاطعة مفتوحة إذن توطر بين الطرفي وش نسمي VCO بلوك لأنه حاجز و VCO بلوك ديما يسوي توطر خرج يسوي 12 فولت في هذه الحالة وش راكم تلاحظوا 12 أكبر من 6 وش معناته VZ أكبر من V- وكي يقعد VZ أكبر من V- في المقارن وش خرج توطر موجة وش خرج توطر 12 فولت وبما أنه VCO يسوي 12 فولت مقحل وش يصبح مشبه قاطعة مغلقة وبما أنه مصباح دارة مغلقة غلقت دارة الوشعة الوشعة تتمغنط ولا تتغذى وتمدل حق المغناطيسي والحق المغناطيسي يدير يعكس حالة الملماس إذن وش نقول في هذه الحالة عند مرور القطعة والله حضور القطعة T1 أصبح غير ممرر هايوه VCO يسوي 12 فولت لماذا 12 فولت لأنه VZ أكبر من V- نعقص بما أنه يسوي 12 فولت مقحل ولي ولي ممرر بما أنه مقحل ممرر وش عشت ولي مغذات وبما أنه وش عم مغذات الار وش لقينا مقبل تسوي السفر والاس تسوي واحد إذا نكتب ماذا تسوي تسوي واحد وار يسوي السفر وبما أنه منشط هو اللي يشغل المخرج ووضع المخرج في واحد هذا بالنسبة للسؤال رقم ربعة وثلاثين والذي يحب أن يفهم أكثر أكثر يروح للفيديوهات عندي شرحهم بالتفصيل وبالحركات وبالتأثيرات نروحوا للسؤال رقم 35 واشغالكم السؤال 35 باستغلال ملحقة ربعة صفحة 9 اختار مرحل كعال مناسب لتشغيل هذا السؤال شفناه من قبل نجيب التركيب واشطلب منكم؟ اختاروا لي المراحل كهروميوناتسي نختار المراحل كهروميوناتسي نرى التوتر في التركيب بشي تغذى ب 12 فولت اذا نجيبه نجيب الوثائق الصنع اذا نجيب المراحل الأول كهروميوناتسي بشي ب 12 بي يمشي ب 24 سي ستة ودي بشي يمشي ب 48 بها نعرفوش نجيبه نبدو نرشبه بالقلم اذا مشاكم تلاحظوا هذه الوشيعة كيف يكذاhearr؟ بشي كان يغذيها 20 فولت اذا كيف كوريو المراحل المناسب المراحل المناسبة Turner بشي influencing bring 14 اذا نجيب الختيار المراحل المناسبة للتشغيل وهذا المراحل المناسبة لماذا؟ بالتعليد لان توتر الشكل هو 12 فولت وهو موافق في توتر الصانع اذا توتر الصانع 12 ف sociales واش معنى نخرج subs نبدو اقتربنا المرح الكهروميون صديقي نقول لكم اكتب المقاومة الداخلية تعلو الشعر هذه كما تلاحظوا هنا مقاومة الداخلية الـ 68 اوم نروح نكتبها هنا اذا بعد اختيار نكتب قيمة مقاومته في التركيب اذا اركا او ماذا تساوي تساوي الـ 68 اوم نكتب هنا الـ 68 اوم نحتاجها قد يقول لك احسب تيار الى اخرى هذا بنسبة للسؤال رقم خمسة وثلاثون سؤال ستة وثلاثين كما اشتركوا على هذه نحتاجه اركا سؤال ستة وثلاثين احسب اي سي وفي سي يو بصفة عامة للمقحلة اثنين عند غياب العلبة ثم عند حضر عند غياب العلبة يكون في حالة تشبه وعند حضر يكون في حالة الحصر هيا جمعة نبدأ نحلو هذا السؤال هيا يشوف معي حساب اي سي وفي سي بصفة عامة اذا اول حاجة نخرجه اتجاه التيار نسميه اي سي بصفة عامة بس كما طلب منها في حالة الحصر وحالة التشبه حالة الحصر نسميه اي سي بلوك ويسي ويسي وصفر وحالة تشبه ويسي سي سيكون اكبر قيمة لا تقلقه اذا احنا نكتبه تيار بصفة عامة بعد ما خرجنا اتجاه التيار نخرجه نشكله الدارة نخرجه استقضابيه توتر التغذية يكون مع التيار نكتب عليه في سي سي وباقي الامر الكهربائي تكون عكس التيار اذا انا نكتبه في اير كا ا عكس التيار اسميه في سي سي بصفا عامة منبعدها نضيرو القانون التwl lama قريبا كل المسال hay اخرجها sunset قانون العرود شákان ultimani مجمو KraftHD HBC يسوي تيار الشjedنا somjok رجزها في المقاومة الداخلية على هذي VRK هذي باش عوّطها EC VRK هذا القانون نحتاجه بزيه من بعدها نبدأ وندرسه حالة المقحل هل هو مشبع او مانع من بعدها نبدأ ونحسبوه هنا الأستاذ ما طلبش منكم تيار تي واحد طلب منكم تيار تيار تي اثنين ركزوا معامله عند غياب القطعة وش لقينا مقحل هذا مشبع او مانع روح وشوفه في الجدول عند غياب القطعة وش لقيناها لقيناها مانع وش معناته هنا تي اثنين يعتبر قاطعة مفتوحة بما انو قاطعة مفتوحة تيار هذا اي سي ابسوي democrats هنا رجعنا لجدول وراه عند غياب القطعة و تي تنين وش به غير ممرر اذا مقحل تيات اثنين غير ممرر وعند غياب القطعة و مقحل تيات اثنين غير ممرر ويما انو غير ممرُقاطعة مفتوحة ما ي kinestidح اذا تيار اسي ابسوي؟ إذا وش نقولوا في ذلك عند غياب العلبة اسي ي سوي السيفر هذا وعند اішد toldent وعاوض lekkerه c4 menstruaney إذن نعودها بصفر إذن VCU يسوي VCC وهذه VCU نحن نسميها VCU بلوك إذن هذا هو البرهان عليها VCU بلوك تسوي VCC لماذا؟ لأنه VCU يسوي 0 من قد نعرف وش نلقى VCU يسوي VCC هذه بالنسبة عند غيابة العلبة عند غياب العلبة VCU يسوي VCU بلوك ويسوي VCC عند حضور العلبة مروا القطعة وش نلقينا؟ نقصد مقحلة 2 ممرنة إذن وش نعتبر قطعة مغلقة؟ وكي أعدوا على قطعة مغلقة وكي تتوقع بين الطرفين قطعة مغلقة وش نسوي 0 إذن نعود ونكتب القانون هذا الذي كتبناه إذن وش نقوله VCU تسوي 0 ووش نقوله VCU تسوي 0 وهذا القانون العروات نعوضه VCU بصفر إذن نعوضها بصفر إذن إسي ماذا يسوي؟ إذن إسي وش يسوي؟ يسوي VCC على RKA وهذا هو القانون تعيسي ساتوري إذن إسي ساتوري بصفر عموش يسوي نعوضه VCU تسوي على RKA وبما أنه VCU تسوي تسوي يسوي VCC على RKA ويسوي 12 على 68 ويسوي 0.33 أمبر هذا بنسبة سؤال رقم 6 و30 سؤال 37 سؤال 37 منعوا الإقران الحمولات L ثم استنتج قيمة توطر ER هذه الشبكة ثلاث الطور جماعة هذين اللي عندهم مشكلة يرمو التناوب وما فهموش هذا السؤال يضغطوا على أيقونة رقم 3 بلول الأزرق في تطبيق G2020 وبعدها يعودوا يرجعوا يكملوا سؤال إذن جماعة هينبدأ سؤال اللي وليس قالكم ما نوع الإقران الحمولة هينكتبوا نوع الإقران الحمولة R بما أنه رقم تلاحظوا مربوط على شكل مثلث إذا نشو نسميه نوع الحمولة ربط مثلث دلتا إذا نكتب هنا الإقران هو إقران مثلث دلتا دلتا سؤالي بعد وش قالكم استنتج قيمة التوتر وش كونها يغذي لي مقاومة واحدة قالك استنتج توتر الذي يغذي مقاومة واحدة فقط هل هو توتر بسيط ولا توتر مركب جماعة توتر بسيط وشي هو هو توتر بين الطور والحيادي وتوتر مركب هو بين الطور والطور هاروح نشوفه ربط مثلث وش يسمح لي كل ملاف يتغذب توتر بسيط ولا مركب نسمى النقطة الأولى هذه النقطة الأولى نسموها فاز A وهذه النقطة الثانية بين الطرفين المقاومة وش سمينها فاز طروة إذا فربط المثلثي هذه المقاومة مربوطة ما بين فاز وفاز إذا وش نقوله فربط المثلثي المقاومة الوحيدة وشتو اللي تغذب توتر مركب وش نكتب هنا القران المثلثي يجعل كل ملف جمعنا هنقول ملف 제품 ما هنقول ملفه عس 팡 اذا نكمل اذا نق bevor اذا وش نقوله القران المثلثي يجعل كل مقاومة لكل ملف taco يجعل كل ملف من ملفات الحمولة يتغذب بين طور وطور بين فاز وفعة وبما إنه بين طور وطور إذا وش نقول له اذا كم ملف هه نوب بسيط يتغذب توتر المركب إذا UN ماذا تسيط توتر بين طرفين المقاومة المقاومة الثانية يشوي ثلاثمية وثمانين بولت. جماع لو كندرنا ربط نجمي ونرسم ورمز الايقالة وش نلقاو نلقاو كل مقاومة تغضب ما بين فاز و ناتر احنا نلقاوها تغضب توتر بباسط مئتين وعشين بولت في اير. هذا بنسبة السؤال سبعة وثلاثين. اذا ما شو نقوله توتر بين طائفة المقاومة اير هو نفسه توتر مركب ويشوي ثلاثمية وثمانين بولت. رحوا السؤال ثمانية وثلاثين. سؤال ما ماذا يمثل تياري والتيار جي وما هي العلاقة بينهما ثم احسب قيمتهما باخذ المقاومة الداخلية تساوي مئة او مقاومة ملف واحد. اذا نجيبها الشبكة. اذا هاي نكتبه يمثل تياري اي. يجمع هذا تياري لها جي من الشبكة موش نسميه سميه تيار الشبكة ولا يسميه تيار خط جي من الخطوط الشبكة التي تتطور. اذا موش نكتبه تيار اي هو تيار خط او تيار الشبكة. رحوا اي Henderson التيار شي فيه تيار جي تيار جي تواجه اللي هو يمر عبر الحمولة اذا هذاทيار اللي مر عبر حمولة اياذا نسميه تيار التيار بالطور وفي الحمولة Whereas تيار جي هو تيار الحمولة التاوار والش علاقة بدونهم. وفي смотр black ilan Labudouched بما ان ربط متياري يدفع السطر ليس trabajo ايضا كيف ها أستاذ طريقة باشتر تس whoever هل ان شف معاة لكم. أول عبر مقاومة ايه هشي نسميه جي. هذه المرة support هو تيار الطور ولا حمولة. كما كنت لاحظوا يا جماعة هذا الاي. هذا تيار اي. وش حيصا? راح يتفرع. جزء يروح الار الاولى. وجزء يروح الار ثنين. يعني مستحيل. تيار خط يسوي تيار الطور في الربط. وكن برهنو شح نلقاه في الربط المثلاثي. راح نلاحظ بلي تيار الاي وش يسوي يسوي جذة ثلاثة جي. هذه العلاقة كيعدة ربطة مثلاثة. اما في رابطة نجمية جماعة كيطر ترسموه تلقوا اي و جي متساويين. كيعدة ربطة نجمية. اذا بما انه عندي هذه العلاقة نقدر نحسبو تيار خط وتيار الطور. هيا جماعة نحسبو هي متوحم. اذا حساب نبدأ بتيار طور جي. لماذا نبدأ بتيار طور جي. جماعة. اه هدايا. وش عطانا? اعطانا توطر المركب كما كنت لاحظو. توطر المركب جدا يسوي ثمية وثمانين فولت. اذا ما شو نكتبه? توطر بين الطرفين مقامة واحدة. وشي يسوي مقامتها الداخلية. اير من سكيل. فالتيار الذي يجتازوها. التيار الذي يجتازوها هو جي. جماعة سمحوا لي هنا نورما مقادير اير صغيرة. ماشي اير كبيرة. كما على حساب بدل التركيب. سمع لي اير صغيرة نكتب اير صغيرة. سمع لي اير كبيرة نكتب اير كبيرة. اذا نجمع. توطر اعطاه لي ثلاثة مئة وثمانين. والاير تيار الذي يجتازوها جي. جي وشي يسوي توطر تحا على اير. ويسوي ثمية وثمانين على مية. ويسوي ثلاثة فاصل ثمانية امبير. هذا بنسبة لشي. ثاني حاجة وش نحسبوه. تيار اي. وبما انه عندي اي يسوي جزة ثلاثة في جي. اذا اي وشي يسوي ثلاثة فاصل ثمانية في جزة ثلاثة. واللاحظة بالتيار خاطي يسوي ستة فاصل خمسة امبير تي. خط ديمة اكبر من امتيار الطوافة الربطة المثالثة. اما فرطة النجمة حي يكونوا متساوي. وهنا جمعة زينة وصلنا لنهاية الحصة. ومبقى عليها وش نقولكم غير سلام. اشتركوا في القناة